خالدي الحاش رب عائلة متكونات من خمسة أفراد ومدير مدرسة ابتدائية بعد الانتهاء من الدوام اليومي بالمدرسة يقوم بالتوجه للمحلات التجارية من أجل قضاء حاجيات منزله وخاصة المواد الغدائية العامة فهذه الأساسيات تقلفه مبلغ 9000 دينار جزائر شهريا أنا كمدير مدرسة ويعني بشهار يعني عندي شهريتي ومدخول شهري ومارنش لاحقين نوفر كل مستلزمات ومستطلبات البيت قفة شهرية علي منتاسهم فقط تقاملنا حوالي 8500 دينار إلى تعرف دينار جزائري شهريا هذه علي منتاسهم فقط بدون خضر بدون فواكه بدون لحم بدون كراء بدون غاز بدون ماء بدون أي شيء راتب حاليا 37000 دينار جزائري مقاعدة مع خضر شرائية ما تكفيش ما تكفيش أنا عندي ثلاث بناس ما تكفيش متطلباتهم شهريا يعني تجي في آخر شهر أما إن تحدثنا عن الخضر والفواكه واللحوم فهذا أمر آخر فالسيد خالدي يقتصد كثيرا كي يملأ قفته فراتبه الذي لا يتجاوز 40 ألف دينار جزائري ينتهي قبل إتمام الشهر زيت، سكر، حليب، كل حاجة كلها ارتفعت بما بين ليلة وضحاها ولذلك القضرة الشرائية راحية جد متدورة بالنسبة لواحد شهر فما بالك الواحد اللي ما عنده دخل ولا لي عنده دخل ضعيف كي الناس راح مخدموا معنا ب5000 دينار جزائري أنا شهر وما ليش لحق فما بالك الواحد اللي عنده دخل ضعيف أو ضعيف جدا أو حتى منعذيم الدخل إذ كانت القدرة الشرائية منهارة بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية فما هو الحال بالنسبة للمواطن البسيط دو الدخل اليومي المتدني ناهيك عن منعدم الدخل